نرجع لأحداثنا والنهاردة بالتأكيد فيه تدريب مهم جدا للنادي الأهلي والتدريب الأساسي والرئيسي قبل مباراة الغد ولكن قبل ما اتكلم على المباراة وقبل ما ادخل فيه تفاصيل اللقاء ومدى جهزية اللاعبين والكلام اللي اتقال في المؤتمرات الصحفية عندي نقطة مهمة جدا عايز ابدأ بها وهي متعلقة بتقرير نشر النهاردة على موقع الاتحاد الافريقي والتقرير الناس قريته في تونس وفي المغرب وفي الجزائر كل الدول العربية وكل الدول الافريقية لمهتمة ببطولة الدول الافريقي الافريقي التقرير يعني هستعرض معكم على الشاشة تقرير الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي ولما الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي يتناول مادة قانونية او ظروف مباريات في البطولات الافريقية اكيد لازم يكون استند للوايح التقرير قدام حضراتكم بيتكلم على مباراة الاهل واسمبا في لقاء العودة شايفين السطر المظلل فيه سطر كده مظلل قدامكم حضراتكم قدامنا هو بادئ بكلمة with a way goal التقرير عايز يقول ايه يعني اختصارا للسطر ده بيقولوا ان مع عدم احتساب الاهداف خارج الارض تظل المواجهة على المحك قبل الاياب في مصر يعني هو عايز يقول في السطر ده ان الاهداف خارج الارض لا تحتسب بهدفين يعني الهدف اللي بيجيبه خارج ارضك لا يحتسب بهدفين ده تقرير موقع الاتحاد الافريقي اللي بيقول الكلام ده والمفروض موقع الاتحاد الافريقي لما يقول الكلام ده بيقول بناه على ايه بيقول بناه على ليحة طب هل الكلام ده صح؟ لا الكلام ده للأسف غلط آه للأسف غلط يعني الزملاء المسكين الميديا ميديا تشانل في الاتحاد الافريقي ومسؤولين عن اليدارة الاعلامية ارتكبوا خطأ كبير جدا لانه عمل لغط في الوسط القرى وفي القرى الافريقية احنا استعرضنا اللايحة هنا في اكتر من مناسبة والليحة بنودها واضحة جدا وصريحة لايحة من 40 ورقة صدرت بالتلاث لغات باللغة العربية باللغة الانجليزية وباللغة الفرنسية الحمد لله الواحد معاقل التلاث نسخ عشان لو في حاجة مش واضحة في العربي تبص في الانجليزي حاجة مش واضحة في الانجليزي نص محتاج تفسير تبص في الفرنساوي رغم ان هو الرابط او ادارة الدور الافريقي قالت في احد بنود اللايحة لو حصل تفسير غلط في احد بنود هذه اللايحة ارجع للنسخة الانجليزية فاحنا النهاردة جايبين لكم النسخة الانجليزية جايبين لكم النسخة الانجليزية النسخة الانجليزية بتقول ايه؟ في مادتين المادة 15 والمادة 16 المادة 15 قدام حضراتكم اهي بتتكلم على نظام المباراة الماتش سيستيم فيها الفقرة الاولى والفقرة التانية والفقرة التالتة طب تعالوا كده عند الفقرة التالتة بيقولك في حال التساوي عدد الاهداف الاجمالية المسجلة في نهاية الوقت في المباراة تنزل بقى لرقم واحد في الفقرة التالتة بالنسبة الى الدور ربع النهائي ونصف النهائي بالنسبة الى الدور ربع النهائي ونصف النهائي الفريق الذي لديه اكبر عدد من الاهداف خارج ارضه يتأهل إلى المرحلة التالية واضحة وصريحة الفريق ده في الدور ربع النهائي ونصف النهائي يعني في المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي اللي هي مرحلة الدور ربع النهائي الفريق الذي لديه أكبر عدد من الأهداف خارج أرضه يتأهل إلى المرحلة التالية يعني الأهل يوسيم بقى 2-2 0-0 في القاهرة الأهل يتأهل 1-1 في القاهرة الأهل يتأهل تمام؟ التقريب بتاع الموقع الكاف بيقول عكس كذا بيقولك حتى لو تعجلوا سلبيا أو إيجابيا لعبوا ضرب الجزاء ما ده معنا السطر اللي نشر في موقع الكاف لكن اللي هي قدامكم ما بتقولش الكلام ده تبينزل لتحت في المباراة النهائية في المباراة النهائية يتم إعلان الفريق صاحب أكبر عدد من الأهداف خارج الأرض يعني حتى في النهائي لو أنت متعادل برة 2-2 وعلى عرضك 1-1 أنت بطل أنت صاحب البطولة لأنه بيقولك يتم إعلان الفريق صاحب أكبر عدد من الأهداف خارج الأرض هو الفائز بالدور الإفريقي نسخة 20-23 ولكن إذا كانت الأهداف خارج الأرض متساوية أيضا نزلك بقى في المادة 16 بيتكلم بقى على فكرة إيه لو حصل ده لو أنت في ربع النهائية ونصف النهائية تروح لرغلات الجزاء لو أنت في المباراة النهائية هتلعب إكستراتي تمام الناس تقولي طب هي دي الليحة آه عندنا برضو ورقة من ورشة العمل بتاعة الليحة أنا أستعرضها مع حضراتكم دلوقتي لأنه بتأكد على نفس البنود حاجبنا لكم المصدر يعني جبنا لكم الليحة الأساسية باللغة الإنجليزية المعتمدة وجبنا لكم كمان اللوجو بتاع البطولة وتأكيدا على فكرة النظام بتاع المباراة ماتش ستيج وتنزل تحت إمتى تلعب إكستراتي فأنا مش قادر أستوعب يعني الناس في الاتحاد الأفريقي إيه التخبط اللي موجود ده ليه التخبط ده يعني الاتحاد الأفريقي مسؤول عن ثلاث حاجات يعين الحكام يعمل كشف المنشطات لو حصلت أمور خرجة عن النص في سوء سلوك أي قرارات انضباطية اللي اتحاد الفيق هو اللي بيعلنها لكن نظام المباراة ده مسؤول عنه الشركة المديرة للبطولة الشركة المنظمة ودي اللايحة بتاعت البطولة فموقع الكاف عمل لغة غير طبيع أنا طبعا ما بصتش على موقع الاتحاد الأفريقي إيه زمل كتير جدا إعلاميين بعتلي لينك الخبر اللي نشرناه على حضراتكم دلوقتي وده نازل على فكرة باليومين بس الناس على ما شافته واستواعمت اللي مكتوب الناس مستغربة ليه بقى الناس مستغربة؟ أولا الوداد كسب خارج أرضه في نيجيريا على إن ينبى 1-0 فمعنى الكلام ده لو إن ينبى يعني جاب هدف مقابل لشيء على الوداد أو جاب 2-0 على الوداد في المغرب يبقى كده فيها كلام الناس مش قادرة تفهم يعني دلوقتي الوضع يبقى إيه؟ ما انت بتقول للأهل وسنبى 2-2 لكن مباراة العودة تبقى على المحك لأن الهدف خارج الأرض مش بهدفين قدامكم النتاج إيه على الشاشة؟ دي نتاج الجولة الأولى لقاء الزهاب أو لقاءات الزهاب سيمبا والقالي في تنزانيا 2-2 بيترو دي لواندا مع سانداونز 2-0 لسانداونز في أنجولا تيبي مازينبي على أرضه المباراة تعمل في تنزانيا بس تعتبر المباراة على أرضه كسب إسبرانس اللي هو الترجي التنسي 1-0 في مازينبي إن ينبى والوداد الوداد كسب خارج أرضه وكسب في ناجيريا 1-0 دي نتاج الجولة الأولى وبالتالي أنا مش قادر أستوعب فكرة أن الموقع الرسمي للكاف يغلط غلطة يعني زي دي يعني أنا معاك والله على الهواء وأسئلة كتيرا الناس عملا تسألها لأن الموضوع ده بيأمل لغط ولغط زي ده على فكرة ممكن يوصل للفرق المنافسة وبالتالي الناس تبعث بقى إيمالات وتسأل وتبقى ليلة المباراة تبقى أنت محضر نفسك على حاجة معاينة وتلاقي اللغة ده انتقل للأندية وانتقل للعيبة وانتقل للجمهور وراحل الإعلام فخطأ لا يختفر بصراحة يعني من الموقع الرسمي والقائمين على إدارة الموقع الرسمي في الاتحاد الإفريقي فعشان كده كان لازم نوضح لحضراتكم وإحنا دايماً لما بنحب نشرح حاجة أو نوضح حاجة لازم بنطلع فيها مستندات رسمية فأنا المستند اللي أكد عكس كلام الموقع الرسمي للكاف نسخة لايحة الـ AFL اللي باللغة الإنجليزية وجبنا لكم كمان الوركشوب الخاص بورشة العمل لشرحة لتعمل الأندية بخصوص نظام البطولة وبالتالي كده احنا حصلنا الأمر عشان ما يبقاش فيه لغة عند الجماهير أو حتى عند بعض الزملاء في وسائل الإعلام